السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي ألز وأسهل مع أمد النهاردة هنعمل السهل الممتنع السينابول أو لفائف الإرفة أو رولات الإرفة زي ما تسميها هنعملها بكل سهولة وطريقته من الألف إلى الياء بكل تفاصيله وإزاي تبقي بروفيشنال حتى لو أنت لسه مبتدئة بعجينة طرية وهشة وزي القطن ومكونات ومأدير مزبوطة جدا تعمليه زي المحلات وأحلى كمان وطريقة وثقة من نتيجتها بإذن الله الأول نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وهنا عندي أربع كبيات من الدقيق عليهم راشة الملح ما تنسوهاش ونقلبهم وبعدين هضيف كيس من الخميرة الفورية بما يعادل معلاءة كبيرة وبعدين هضيف ربع كباية من السكر وبعدين هضيف أدهم من الزبدة يعني ربع كباية من الزبدة والزبدة هنا أساسي عندنا في الوصفة وأقلب كل الكلام ده مع بعض وهضيف بيضة واحدة بس عليها طبعا فانيليا علشان السفارة وهنا هضيف كباية إلا ربع من اللبن أو الحليب لإخواتنا في الدول العربية وده للعجل وهنزل بالتدريج طيب لو احتاجت العجلين معنا شوية ممكن نضيف كمان شوية لحد ما تتعجن معنا بالشكل انتوا شايفينه ده نعمة وطرية وهنسبها تتخمر بعد كده وبعدين هنا معايا بولا صغيرة هضيف فيها ثلاث معالق كبار من الككاو الخام وعليهم معلقتين كبيرة من السكر وعليهم معلقة صغيرة من الإرفة وممكن تضيفي ككاو محلة وتستغني عن السكر بالنسبة للإرفة معنا اضافتها ده اساسي في الوصفة الاصلية يعني هي اسميها رولات الإرفة أو لفائف الإرفة بس انا ضفت هنا عندي ككاو علشان احنا مش بنحب الإرفة قوي يعني انت ممكن تضيفي إرفة بس وسكر ومد فيش ككاو وتستغني عنه وهنا عندي العجينة تخمرت كويس معنا وطلعنا منها الهوى وهرش رشد دقيق في المكان اللي هفرد فيه العجينة وبعدين هفرد العجينة بتاعتي شايفين العجينة تفرد معايا ازاي بكل سهولة علشان اتخمرت كويس واستريحت وكل ما العجين يستريح كويس هيفرد معاك على طول في أي معجنات وهيبقى معاك مش رفيع بس هيبقى السمك يعني سميك شوية معاك العجينة زي ما انتوا شايفين وبعدين هنا هجيب عندي زبدة تكون بدرجة حرط المطبخ بس عندي الجو حر جدا فساحت معايا وهدهنها كويس جدا العجينة ادهنيها كويس جدا بالزبدة علشان ده اساسي في السينابول يعني ممكن تاخد معاك معلقتين كبار الزبدة او تلاتة على حسب العجينة بتاعتك وهنا عندي هضيف عليها الككاول اللي احنا عملناه بالسكر والارفة وهوزعه كويس جدا هجيبه بالوقت بالمصفة علشان يتوزع معايا هجيب معايا المصفة وهوزعه زي ما انت هتشوفه دلوقتي دلوقتي انا خلاص خلصت زبدا معايا وفرتها كويس جدا على العجين زي ما انتو شايفين انا قلتلكم ممكن تاخد معاكم معلقتين او تلاتة بس اهم حاجة ندهنها كويس وهنا عندي هضيف الككاو والسكر آآ والارفة وهوزعه كويس جدا بالمصفة زي ما انتو شايفين طبعا انا زي ما قلتلكم ممكن تستغنوا عن الككاو وتضيفوا ارفة بس يعني ارفة وسكر بس انا ضيفت ككاو علشان الاولاد بيحبوا الككاو ما بيحبوش القرفة وهلفها زي ما انتو شايفين رول وهلفها بالراحة كده علشان تعملي رولات وحاول اخليها مستطيلة العجين ننسيت اقول لكم لازم تخليها مستطيلة او هو مش لازم بس يعني استحب تخليها مستطيلة علشان لما تيجي تلف فيها تتلف معاك بسهولة وتبقى متساوية وهنا عندي ممكن تعمليها بسكينة مشرشرة او اي سكينة او تعمليها بالخيط زي ما انا بعمل كده بس بصراحة طريقة الخيط دي اسهل حاجة هتعملي بيها انا بحاول بقي سهوت بايدي هشوفها عشان عايزة اعملها متساوية وقدي بعض شايفين بقى اللفة واللفة السينابون عاملة ازاي لا يا جماعة تحفة 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 خطيرة وزي ما انتو شايفين طلع جميلة وتحفة معانا وهقطع كمان باقي السينابون عملت كمان واحدة اهو وبوريكو شكلها عامل ازاي ايه رأيكو حلوة اوي علشان احنا اه فردناها زي ما قلتلكو انا عملتها مستطيل علشان كده تلكت معي بسرعة وطلعت متساوية وهنا خلاص خلصت كل السينابون اللي عندي احطه في البايركس او اي سنية موجودة عندك مش شرط بايركس وهسيبه يتخمر كمان مرة لازم يتضعف حجمه وانا غطيته وخلاص اتضعف معانا حجمه زي ما انتو شايفينه وهنا عندي الفرن بتاعتي شغالة على درجة حرارة 200 المخبوزات بتحب الحرارة العالية علشان ما تنشفش وهحطه في الفرن هياخد معانا تقريبا من تلت ساعة من ربع ساعة لتلت ساعة وهنا خلاص طلع معانا السينابون او الامر بتاعنا ده زي ما انتو شايفين لجماعة توحفة دي من احلى الوصفات ومن احلى الطريقة اللي انا جربتها ومن وقتها باعتمدها على طول في كل وصفة السينابون وهنا عند التكاية اللي هتخلي السينابون طري وزي القطن التكاية دي عبارة عن نص كوباية لبن وعليها معلقة قشطة او ممكن تستغني عن القشطة لو مش موجودة عندك بس ده بديل للكريمة يا جماعة الخطوة دي بتخلي السينابون طري جدا جدا هيبقى طري وزي القطن معاك وهنا غطيناه بعد ما حطيناه شوية اللبن علشان مع البخار هيبقى طري جدا وهنا عمل معايا الدريسنج او السوس هحطه على الوش السينابون هنا عندي جبنة مسلسات عندي تقريبا انا حطيت تقريبا ستة وهضيف عليها تقريبا معلقتين كبار او تلاتة من سكر البدرة ولازم يكون سكر بدرة ما ينفعش سكر اللي هو العادي اللي هو الحبيبات هقلبهم مع بعض الاول ههرس اللي جبناه مع السكر كويس قوي ممكن تضيفي جبنة كبيات بدل المسلسات بس بطعم الاشطة هتضيفيها وتضيفي عليها السكر وتقلبيهم مع بعض كويس جدا وبنزل باللبن بالتدريج ما ينفعش نزلي باللبن مرة واحدة لازم بالمعلقة علشان ما يطلعش معاكي سوس خفيف بصراحة تلع معايا السوس خفيف شوية فانا بعد كده دفت له معلقتين كبار من الجبنة الكريمي اللي هي الكبات بس بتعمل اشطة وطلع معايا بالقوام اللي انت شوفتوه دلوقت ده بديل للحليب المكسف ولو عندك حليب مكسف هيبقى خلاص مش مشكلة ممكن تستغني عن الجبنة خالص الجبنة والسكر وهنا طلع معايا السوس جميل وتحفى جدا جربوه سوزة من احلى السوسات اللي هتعني لها بس زي ما بقولك السوس لو طلع معاك خفيف ما تلاقيش هتضيفي له كم مسلس من الجبنة او لو الجبنة عندك خلاص مش موجودة ممكن تضيفي من الكبيات جبنا الكبيات بس بالاشطة وكده خلاص خلصنا السوس بتاعنا وضفنا على السينابول زي ما انتوا شايفين وهضيف دلوقت السوس الكراميل السوس الكراميل بينشي جدا 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 مع السوس السينابول هيدي شكل وطعم حلو جدا والجبنة مع السكر اللي احنا حطناها هتعمل توازن مع طعم السينابول والكراميل هيبتيك طعم حلو جدا وهنا عندي شوية مكسرات اي مكسرات موجودة عندك انا كان عندي عادي فول سوداني كسرته وبعد كده حطيته على الوش وكده خلاص خلص معنا السينابول بتاعنا بعد العصاري مع كوب بيت الشاي ما فيش بعد كده جربوه وقلولي رأيكم والفهنة على قلبكم لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنسيش تتابعيني على صفحاتي على الانستجرام وعلى التيك توك وصفحتي على الفيسبوك وطبعا قناتي على اليوتيوب كلهم باسم ألزو أسهل معاما دلوقتي أطلع لكم واحدة وهوريكم الجمال عامل ازاي شايفين الرولات عاملة ازاي وبتتفكي معايا بكل سهولة ونكهة الزبدة مع القرفة والكاكاو حاجة مش معقولة وهتشوفوا دلوقتي قد ايه طرية جدا وهشة وزي الأوب تحس انك بتاكلي جاتوه مش بتاكلي سينابون أنا بحاول هنا أوريكم الرولات عاملة ازاي شايفين يا جماعة طرية ازاي طرية جدا جدا وكمان لما حطينا التكاية اللي قلتلكوا عليها اللي هي بديل الكريمة اللي هي شوية اللبن عليها معلقة الإشطاء وتحطيها على الوش أو المطلعيها بالفرن تخلي معاكي سينابون طري جدا جدا ودي من أنجح المقادير والطرق اللي جربتها لسينابون وهعدلكوا المقادير بسرعة ضفنا أربع كبايات من الدقي عليهم رشة الملح وعليهم كيس من الخميرة الفورية وربع كباية من السكر وربع كباية من الزبدة وضفنا بيضة ورشة البانيليا ضفنا كباية إلا ربع لبن أعجلنا بيها وهننزل باللبن بالتدريج وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف يارد تتجربوها وتقولوا لرأيكم وألف هنا على قلبكم الفيديو بتاعنا خلص بس وصفتنا مش بتخلص تحياتي من قناتي ألز وأسهل مع أمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر